يوم الجمعة المقبل أمام مديامة الغاني المباراة هتكون إن شاء الله الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مباراة مهمة دي هتكون المباراة الخامسة في دور المجموعات النادي الأهلي دلوقتي ترتيب المجموعة الأهلي متصدر بست نقاط خمس نقاط شباب بولزداد يانج أفريكنز ومديامة في المركز الأخير بأربع نقاط لكن المسافة قريبة ما بين كل الفرق المسافة قريبة ما بين كل الفرق علشان ده لازم لعبة النادي الأهلي المباراة القادمة اللي بدأ الأهلي فعلا يستعد ليها من بعد انتهاء مباراة شباب بولزداد بدأ التحضير والاستعداد للمباراة المهمة أمام مديامة الغاني النهاردة الكابتن خالد بيبو كابتن سامير عدلي النهاردة سفروا على غانة عشان التحضيرات والترتيبات علشان بعثة النادي الأهلي اللي هتغادر بكرا ان شاء الله بسلامة الله إلى غانة بطيرة خاصة وزيحنا متعودين دائما سوبوا للراحة متوفرة ومجودة للفريق الأول بالنادي الأهلي دكتور مهند مجد أيضا هيكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي اللي هتغادر بكرا زي ما قلت لحضراتكم بسلامة الله إلى غانة كابتن خالد بيبو كابتن سامير عدلي التحضير بدأ من النهاردة شوفوا هناك فندق الإقامة ملاعب التدريب ملعب المباريات كل ما يحتاجه بعثة النادي الأهلي علشان الناس تروح تلاقي كل الأمور متزبطة هو ده الشغل وهي ده الخلية اللي شغالها دايما علشان المباراة مهمة نروح للمباراة فنية زي ما قلت لحضراتكم ان كل الفرق الأمور متساوية كل الفرق لها حزوز ده بقولي الكلام ده علشان لعبتي النادي الأهلي الناس اللي قالت بعد شبابه لازداده وتعادل النادي الأهلي آه المباراة ما كانتش عالية فنية مباراة بعد غياب بعد فترة بعد ما يقرب من حوالي أربعين يوم أو خمسين يوم خمسين يوم بعد منتخبنا الوطني وغياب لعب النادي الأهلي عن المباراة الرسمية ووصلت للتوب بعد كأس العالم لندية السوبر المصري رجعت مرة تانية لانسجام إصابات وظروف إرهاق بعد كأس العالم الأفريقية كانت أول مباراة شبابه لازداد كانت النتيجة مقبولة في ظل الصعوبات والتحديات اللي كانت موجودة لكن المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا زي ما بيقولوا مش عايز نستنى المباراة الأخيرة المباراة الأخيرة هتكون يانج أفريكانز عندي على ملعبي لكن مش عايز نستنى للفرصة الأخيرة عايز إن شاء الله بأمر الله بلعب النادي الأهلي إن إحنا نقدر نحسم الأمور من المباراة المقبلة والريح الدنيا بعد كده مش عايزين نلعب وإحنا في الجولة الأخيرة وإحنا مضغوطين أو تحت أي ضغط لعبت النادي الأهلي الحمد لله وسامة أبو علي شارك في التدريبات اليوم انبارح كان فيه إصابة لوسامة أبو علي الإصابة كانت عبارة عن كدمة فقصبت الرجل لكن الحمد لله النهاردة شارك بشكل طبيعي في التدريبات بير ستاو برضو إن شاء الله يكون موجود في المباراة طبعا إحنا عارفين بير ستاو كان مع جنوب أفريقيا أدى أداء رائع في كاس أمم الأفريقية كان غائب المباراة السابقة طبعا للإجهاد رياحه الجهاز الفني هيكون متواجد فعودة وسامة أبو علي عودة بير ستاو أحمد نبيل كوكا فيه لعبة موجودة لعبة مهمة وزا ما احنا شايفين الجدية الالتزام الحماس الروح القتالية هو ده شعار الأهلي في التدريباته ده اللي احنا بنشوفه من خلال الصورة اللي احنا بنشوفها التركيز وده وصل للعيبة نهاردة كابت محمود الخطيب بضوره دايما اللي موجود مع الفرقة النهاردة وجوده مع الفرقة حضوره للتدريبات النهاردة علشان الرسالة توصل للعيبة أهمية المباراة المقبلة انت بطل أفريقيا البطل النهاردة ما ينفعش يأثر في أي مباراة شايفين أحمد عبدالقادر ياسر إبراهيم مراوان عطيها لها يغيب عن المباراة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات محمد عبد المناء محمد هاني كل اللعبة عندها تركيز كبير علشان المباراة اللي جاية وأنا بقول لحضراتكم مباراة مهمة جدا الأهلي لسه ما حسمش الأمور الأهلي محتاج تركيز اللعيبة محتاج تركيز الجهاز الفني علشان إن شاء الله نقدر نحسم الأمور إن شاء الله في المباراة المقبلة حكام المباراة أو طاقم التحكيم هيكون من الجابون نتمنى لهم التوفيق خلال المباراة المهمة طبعاً زي نحن عارفين يعني الجابون أو الطاقم التحكيم اللي جاي في المباراة المقبلة هو مش مش من الحكام الصفوة أو من الحكام الفئة الأولى في قارة أفريقيا علشان كده المباراة مهمة الأخطاء التحكيمية كل الأمور دي أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المباراة المقبلة المهمة للنادي الأهلي أمام مديامة الغين نروح لأخي ترجمة نانسي قنقر